جوائز الكرة الزهبية اليوم وترتيب اللاعبين تعال نشوف هاو دي الجوائز بشكل عام النهاردة كريم منزيمة يدوج بجائزة افضل لعب في موسم 2021-2022 جافي يدوج بجائزة افضل لعب شاب جائزة كوبا جافي طبعا لعب برشلونة الشاب سنة يومانية فوز بجائزة سوكراتس لافضل مبادرة اجتماعية من قبل ابطال ملتزمين دايما هم كده ايه يرادوا اللاعبين يعني كلهم أليكسيا بوتيست تفوز بجائزة افضل لعب في العالم وليفاندوفيسكي يفوز بجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم تيبو كورتوه يفوز بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم ومنشستر سيتي يفوز بجائزة افضل نادي في العالم اللي كذبه محمد صلاحي مبارخ ترتيب الكرة الزهبية ترتيب اللاعبين في هذه الجائزة كريم بنزيمة المركز الاول سادي يومانية المركز الثاني كيفين دي بروينا في المركز الثالث وفي المركز الرابع روبرت ليفاندوفيسكي وفي المركز الخامس أسطورتنا محمد صلاح في المركز السادس كاليا مبابيه وفي المركز السابع تيبو كورتوه في المركز السامي الفينيسيوس جونيور وفي المركز التاسع لوكا مودريتش وفي المركز العاش إلينج هالند طبعا مهاجم منشستر سيتي الكبير طيب تعالوا تشوف أرقام كريم بن زيمة عن هذا الموسم كان يتعامل ازاي عشان تخليه يوصل للمرحلة دي هو لعب 46 مباراة 3919 دقيقة سجل 44 هدف وصنع 15 هدف ألقابه صفر لا ازاي ماشي دي اكيد خطأ عندنا ماشي نجيب الأرقام بعد شفا آه 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 بوس ألقابه آه هو خد دورة اسباني مرة السبب الاسباني مرة دورة أبطال أوروبا مرة الاسفر دي ما لكمش دعوا به ايه تاني هدف الدورة الاسباني 27 هدف وهدف دورة أبطال أوروبا 15 هدف طيب ده بالنسبة لكريم بن زيمة ده بالنسبة لكريم بن زيمة وترتيب محمد صلاح في المركز الخامس مقبولة ماشي ماشي وان كنت يعني شايف انه الموسم اللي فات تحديدا محمد صلاح عمال أرقام عظيمة جدا وكان ينفع يبقى في مرتبة متقدمة عن كده بس دي ما نيفاده طبعا الفوز مع السنغال بكاسة العام الأفريقية والوصول لكأس العالم فاشكا كان في المركز الثاني روبرت الليفاندوفيسكي كانت أرقامه عظيمة الموسم الماضي ده بس اللي ممكن يكون خلف مع محمد صلاح يعني سبحان الله لو كنا وصلنا لكأس العالم كنا فوزنا بكاسة العام الأفريقية كان ممكن على الأقل يبقى موجود في المركز الثاني محمد صلاح بس ماشي الحال بالنسبة لنا يبقى دائما وأبدا محمد صلاح هو أسرتنا هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لنا دائما وأبدا